بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة نتكلم على أول جزئية وهي الوسط التراصلي يعني هي أولاد الوسط التراصلي الوسط التراصلي هو الوسط اللي بتتنقل خلاله المكالمات التليفونية علشان تتنقل من مكان إلى مكان إيه إلى مكان آخر طبعا الوسط التراصلي دوة أنا بنقل بيه رسالة أو عدة رسائل بطرق معينة على حسب بقى ممكن أنقل عن طريق التعدد الزمني أو التعدد التردد أو الانتقال الزمني أو التردد طيب أنا عندي دلوقتي إيه اللي خليني أو إيه العوامل اللي تحكمني إن أنا أنقل بوسط التراصلي معين أو إن أنا أستخدم نوع معين من الكابلات اللي ممكن أنقل خلالها المكالمة التليفونية أو الحاجة اللي أنا البيانات والمعلومات اللي أنا عايزة أنقلها طبعا الموضوع دو بيعتمد على الطبيعة الجغرافية للمكان تمام؟ كمان بيعتمد على نوع البيانات والمعلومات اللي أنا إيه اللي أنا هقوم بنقلها خلاص كده يبقى دي من العوامل اللي بيتوقف عليها إيه عملية النقل أنا أختار أنهي وسط من الأوساط اللي أنا هنقل به تمام؟ طيب أنا عندي بقول إن إحنا عندنا ممكن أستخدم الخطوط الهوائية أو الخطوط الأرضية وكل حاجة من دول أنا باستخدم لها مجموعة كابلات معينة خاصة بهذا النظام يعني أنا عندي دلوقتي ممكن أقول إن أنا أستخدم كابلات محورية ولا كابلات ألياف ضوئية ولا هستخدم مثلا أي نوع من الكابلات التانية اللي إحنا هندرسها النهاردة بكلها إن شاء الله دلوقتي أول حاجة عندنا لما نيجي نتكلم على الخطوط الهوائية الخطوط الهوائية ده نوع من أنواع الخطوط اللي أنا أقدر أنقل به المكالمات التليفونية مثلا بس مش في أي مكان أقدر أحطه لإن الخطوط الهوائية ديت بتحتاج لأماكن واسعة وما يكونش فيه أبنية مرتفعة زي مثلا الأماكن اللي بيكون فيها الأراضي الزراعية أو الأماكن الصحراوية لإن الأماكن دي أنا هيبقى بالنسبة لنا صعب إن إحنا نعمل فيها خطوط إيه خطوط أرضية فبستخدم الخطوط الهوائية والخطوط الهوائية ديت بتكون لها مواصفات معينة هي بتتحط على ارتفاعات معينة والأعمدة اللي بتتحط عليها بتكون مصنوعة من ممكن تكون مصنوعة من الخشب ممكن تكون مصنوعة من المعدن وفي بعض الأماكن بيعملوها من المسلح يعني اللي هي الأعمدة اللي بتبقى عاملة زي الأعمدة اللي بيتبني عليها البيوت تمام دي على حسب خصائص كل ايه على حسب خصائص كل برج او كل ايه كل عمود تمام طبعا بتفرق بقى خصائص الاعمدة دي يعني فيه ناس تفضل تقولك لا الا الاعمدة الخشبية او الابراج الخشبية دي هتتأثر بالامطار وهتأثر بالرطوبة والكلام ده كله فممكن تتلف بسرعة فيه ناس تقول لا احنا هنفضل الاعمدة المعدنية مهي برضو الاعمدة المعدنية او الابراج المعدنية ممكن تتعرض للايه للصدق بس بيتم عزلها والكلام ده كله يمكن مش الجزئية دي اللي تخصنا احنا يخصنا احنا لما يتم عملية الامداد على المحاور او الابراج المعدنية دي السلكي بيكون ايه طبعا بيكون سلك معدني من النحاس والسلك اللي من النحاس ده بيكون سلكي غير ايه بيكون سلكي غير معزول بيتساب مسافة معينة بين كل سلك والتاني علشان لما يحصل مثلا هوا جامد او عاصفة جديدة ما يحصلش تلامس للايه ما يحصلش تلامس للاسلك دي لان اي تلامس بين الاسلك ممكن يعمل ايه ممكن يعمل اه مثلا شارز ممكن يؤدي الى عوامل خط يعني ممكن يؤدي الى خطورة في الموضوع ده فبيبقى فيه مسافات معينة لكل ايه لكل اه سلك والتاني علشان لما بيبقوا متوازي الاسلك فيه بينها توازي بس فبينسيب ايه مسافات معينة ده بالنسبة ليه الكابلات الايه الهوائية تمام طبعا بيتم وضع الا الاعمدة الهوائية ديت بيتم وضعها على مسافات معينة بحيث مثلا يعني لو تحطت فيه مناطق زراعية ما يحصلش تلف انه لو فيه اي جزء تلف في السلك دوت ما يبقوش ماشيين بقى في وسط الاراضي الزراعية علشان يكتشفوا التلف ده لا بتبقى مثلا على بعد تلاتة متر من الشارق من المكان العمومي اللي ممكن عربية تبقى ماشية فيه ويحصل عملية مراقبل ايه للسلك ده بحيث انه لو فيه اي جزئية تلفة او حاجة بايزة هم يقدروا ايه يكتشفوه ما يبقوش خربوا في ايه في المكان ده تمام دي كمعلومة بس عشان تبقوا عارفينها علشان ما نبقاش بناخد الحاجة وما نبقاش فهمها يبقى ده الجزء الخاص بالايه بالكابلات الهوية تعالوا بينا نشوف الجزئية دي يبقى احنا قلنا الوسط الايه التراصلي ده الوسط اللي بتتنقل خلاله الاشارات المكالمات الايه التلفونية من مكان لايه من مكان لاخر تمام نيجي بعد كده هنا هوت بنقول بتتنقل طبعا خلاله رسالة واحدة او اكتر من ايه من رسالة باستخدام تعدد الارسال بالتقسيم الترددي او التقسيم الايه التقسيم الزمن العوامل اللي بتستخدم بيها الوسط التراصلي او اللي بيتوقف عليها الوسط التراصلي على حسب ايه حجم الحركة خلاص طبيعة ونوع المعلومات المواقع الجغرافية لايه لنقط الاتصال طيب ايه هي صور الوسط التراصلي الخطوط الهوائية الخطوط الارضية كبل المحوري المايكرو ويف الالياف الضوئية والاكمار الصناعية ده اللي هو شكل الخطوط الهوائية خلاص كده يبقى ده بيتكون الخطوط الهوائية من ايه زوج من ايه الموصلات او الاسلاك طبعا زي ما اتفقنا بتكون اسلاك غير ايه غير معزولة تبلغ المسافة بينهما قدم واحد زي ما اتفقنا علشان ما يحصلش عملية ايه تلامس للأسلاك تمام ويحصل قصر او شرط في الداية بعد كده بنقول بتتميز بايه خطوط الهوائية طبعا اول حاجة من المميزات انخفاض قيمة الايه قيمة الفقد اللي هيحصل ما بيحصلش فيها فقد او الفقد بيكون حاجة بسيطة جدا تكاد لا ايه تكاد لا تذكر خلاص حوالي 300 ديسبل نيجي بعد كده على الكوابل الارضية الكوابل الارضية يا ولاد بتكون لها انواع كتير طبعا الكوابل الارضية معناها ان هو كابل بيتم امدده فين تحت الارض يعني بيحفره ويبدأ ويمدده الكابلات فين تحت الارض طبعا بتتعدد انواع بقى الكوابل الارضية لان احنا عندنا انواع كتير من الكابلات الارضية اللي اقدر اوصلها في الارض تمام طبعا الكابل الارضية دي بتتحط في الاماكن اللي ما اقدرش اعمل فيها خطوط ايه خطوط هوائية انا دلوقتي ما اقدرش اعمل فيها خطوط ايه هوائية تمام فبعد كده هعمل ايه بدلا ما فيش خطوط هوائية هعمل كابلات ايه هعمل كابلات ارضية تمام ازاي اول حاجة عندنا ان انا عندي لازم بيكون عاملة الجزء الخاص بيه الكابلات الارضية دي احفظها داخل درع واقع لان الارض ممكن يكون فيها طبعا هيبقى فيها مية مثلا او فيها اي جزئية فما يبقاش السلك او الكابل ده يتعرض للايه يتعرض للتلف بعد كده بنقول ان انا عندي انواع الكابل دي اول حاجة عندي الكابل الايه الكابل المحوري الكابل الايه اولاد الكابل المحوري بعد كده الكابلات الالياف الضوئية الكابلات المضرعة والاسلاك المجدولة اول حاجة يعني ايه الاسلاك المجدولة الاسلاك المجدولة اللي هي عبارة عن زوج من الاسلاك الاسلاك دي بتكون من النحاس وبتكون معزولة فبيبقى عبارة عن زوج يعني سلكتين من النحاس المعزولين وبيتم جدلهم لفهم مع بعض خلاص كل مسافة معينة كل مسافة ايه معينة بيحصل عملية الجدل او اللف دي طيب المسافة دي ممكن تصل اليه ممكن اتنين بوصة ستة بوصة على حسب طيب انا سامعة طالب بيقولي طب ليه دلوقتي انا اعمل عملية الجدل او اللف دي علشان يقلل عملية التسميع الخاصة بالايه بالكابلات يبقى لتقليل التسميع لو جالي مثلا في اكمل او في علل يتم جدل الاسلاك المجدولة ليه بيتم جدلها لتقليل الايه لتقليل التسميع تمام طبعا المسافة قلنا زي من اتنين لستة بوصة وكتر الموصل ستاشر من الف من الايه من البوصة بيتم تغلفها مجموعة الاسلاك دي ومجموعة الاسلاك انا مش بستخدم بس سلكتين لا انا ممكن استخدم اكتر هو كل سلكتين بيتم جدلهم ويبقى كده عملت اول سلكتين وعملت غيرهم وغيرهم ويبقى عملت كابل بيتعدد في الاسلاك الايه المجدولة انا عملت مجموعة من الاسلاك الايه من الاسلاك المجدولة تمام طبعا اقدر استخدم اعداد معينة بقى يعني ممكن استخدم اه 100 زوج ممكن استخدم 50 على حسب ايه على حسب الجزئية اللي انا استخدم تمام على حسب انا محتاجة السلك ده القوة اللي قوته تبقى قد اين بعد كده الاسلاك دي عددها ممكن يصل الى كام الى من 6 الى 2700 زلك شوفوا العدد قد ايه يعني بعمل ازواج اللي هي كل زوجين كل زوج مع بعض كل سلكتين مع بعض وابدأ استخدم بقى العدد اللي انا ايه هحتاجه على حسب استخدام تمام يبقى من 6 الى 2700 زوج خلاص بعد كده في اسلاك اه او كابلات المجدولة السنائية زي ما اتفقنا اقدر استخدم منها ممكن استخدم عدد قليل جدا من الكابلات دي خلاص بتستخدم في خطوط ايه استخدامها في خطوط المشتركين والربط بين السنترالات زي ما احنا عارفين ان احنا عندنا السنترالات فيه سنترال رئيسي وفيه سنترالات فرعية وبيبقى محتاجين ان احنا يتم عملية الايه عملية الربط فبيتم عملية الربط دي ازاي بيتم عملية الربط دي عن طريق الاسلاك اللي هي كابلات الاسلاك الايه المجدولة تمام يبقى انا علشان اربط ما بين السنترالات هستخدم من ايه نوع هستخدم كابلات الاسلاك الايه اولاد كابلات الاسلاك المجدولة طيب وبتستخدم في ايه في خطوط المشتركين علشان مثلا انت لما تكون عندك يتربط ما بينك وما بين الاشخاص التانية اللي هي خاصة بالتليفونات فبنستخدم برضو نفس الانواع دي تمام نتنقل على نوع تاني اللي هو الكابلات الايه الكابلات المحورية ايه هي بقى الكابلات المحورية الكابلات المحورية دي نوع من انواع الاسلاك او الكابلات بس بستخدم فيها او لها تقنية معينة في عملية التصنيع برضو بتكون السلك او القلب بتاعنا اللي بيتم فيه مرور الاشارة من السلك الايه من السلك النحاس بس بيختلف في حاجة اني بيتم وضع فيه جزئية معينة اللي هي الجزئية دي اللي هتبدأ تخلي الكابل دوت محطوط في الايه محطوط في المنتصر انا مش عايزة السلك او الكابل ده يتحرك ما بين العوائل عازل لان انا بخط عازل وبعدين عازل تاني وهكذا فعايزة السلك يفضل فين يفضل في المحور خلاص عشان كده بنقول عليه الكابلات الايه المحورية ده شكل الكابل تمام ده شكل الكابل بالنسبة لنا ده هنا ده الجزء ده الخاص به السلك او الموصل وعلشان احافظ على ان السلك ده يفضل في المحور بيتم وضع ايه بيتم وضع اقراس معينة تسمى اقراس البولي اسيلين تمام اقراس البولي اسيلين دي بتكون فيها مكان او فتحة خلاص وبيكون مفرغة من المنتصف ببدأ ادخل السلك من الفتحة دي وابدأ احط البولي اسيلين على ابعاد متساوي تمام بحيث ان يفضل محور السلك او يفضل السلك النحاس ثابت فيه الايه في المنتصف بعد كده بقى فيه نوع تاني برضو من نفس الكابلات اللي هي الكابلات المحورية بس ما بقوش يحطوا البولي اسيلين كاقراس لا بقى البولي اسيلين بقى بامتداد السلك المحوري كله يعني كل نوع من الاسلاك ممكن يعمل منه نوع ايه نوع تاني تمام تعالوا نشوفها كده ده كده الكابل المحوري من الداخل وديه القرس ده اللي هو البولي ايه البولي اسيلين طيب شايفين الفتحة اللي في القرس ده هي اللي بندخل ما بينها الايه اللي بدخل بيها السلك طيب مكوناته الموصل الداخلي ايه هو الموصل الداخلي ده السلك النحاس اللي هيتم خلاله نقل الاشارة طب وايه الموصل الخارجي اللي هو بيبقى فيه عبارة عن شريط من الايه شريط من آآ النحاس خلاص حاجة عاملة زي الشبكة وبعد كده الاقراس العزلة اللي هي البولي اسيلين والعز الخارجي للكابل اللي هو البلاستيك النهائي عبارة عن ايه اولاد قلنا عبارة عن سلك من النحاس جيد التوصيل طبعا زو موصل ايه او زو مقطع دائري عارفي ان هو هيبقى مقطع دائري لان ده سلك او كابل كتره اتنين واربعة وستين من مية من الايه من الميلي خلاص كده بيمر في منتصف المحور بنقول ان هو بيكون ليه سمك معين خلاص وطبعا الكتر الداخلي للسلك من الحزة هيتوقف عليه فتحة البوليسيلين لان هي فتحة البوليسيلين هتساوي ايه اتساوي كتر السلك علشان تدخل فيها وما تبقاش في عملية ايه اهتزاز للسلك خلاص فبتبقى متساوي اه توزع الاقراص على ابعاد ثلاثة ميلي اللي هي اقراص ايه اللي هي اقراص البوليسيلين يعني سلك النحاس كل مسافة من ميلي بيروح حاطة ارس ايه ارس من اقراص البوليسيلين وفي بعض الانواع قلنا بقوا يعملوا القرص دوت بامتداد السلك كامل في انواع ما بقيتش اقراص بقيت لا زيها زي السلك ممتد ايه معها وبيتم تصنيعها معها على طول طيب العز الخارجي للكابل المحوال ايه هو العز الخارجي طبعا العز الخارجي اللي هو اخر حاجة اللي هو طبقة من البلاستيك العازر بتكون طبقة طبقة من البلاستيك العازر وبتكون سميكة شوية علشان تحفظ على السلك ده من اي حاجة اي عوامل بقى تعرض لها السلك ده اه سواء بقى مثلا الارض فيها طبعا الارض فيها رطوبة املاح فيها مش عارف ايه ما تقصرش على السلك ولا تعرضوا للايه للتالي طيب يا ترى قبل الكابل الخارجي او العازر الخارجي ده في حاجة تاني اه في عازل تاني داخلي اللي هو عبارة عن ايه عبارة عن شبكة خلاص من النحاس بتبقى ملفوفة قبل العازل الخارجي يبقى انا كده دلوقتي قلنا اربع حاجات قلنا الموصل اللي هو النحاس تمام قلنا بعد الموصل قلنا فيه ايه الموصل بحط ما بين مسافات معينة اللي هو اقراص البولي اسيلين بعد كده بعد كده بيتم عملية ايه عملية بلف عليها خلاص العازل بعد كده العازل الخارجي اللي هو من البلاستيك يبقى عازل الشبكة وبعدين العازل ايه البلاستيك تمام ده شكل برضو من الاشكال اللي هي من اشكال الكابلات الايه المحورية خلاص بيستخدم قناقل الايه للاشارات اللاسلكية للترددات الايه التي تزيد عن الترددات العالية للرفض بين الاجهزة وبرضو فيه انواع منه توضع في بطن الارض وفيه انواع لا توضع في بطن الايه الارض بيتكون من سلك مفرد اهو شايفين يمكن الشكل ده يكون اوضح شوية اهو ده السلك الموصل اللي هو الدهبي ده بعد كده البولي ايسلين بعد كده السلك الشبكي كعازل برضه او للحماية وفي النهاية طبقة البلاستيك الخارجي طبعا السلك اللي حاز بنقول عليه النواة لان هو اللي هتتنقل خلاله الاشارة تمام بعد كده اولاد استخدامات الكوابل المحورية بنستخدمها في ايه في شبكات الاتصال الهاتفية للربط بين المقاسم طبعا احنا عقولنا اه في الحلقة التمهيدية المقاسم دي اللي هي اه بيكون لها اكتر من ايه اكتر من طرف زي مفاتيح بيتم الربط ما بين المشتركين عن طريق المقاسم دي وبيكون فيه اكتر من ايه اكتر من طرف تمام استخدم بقى مقاسم او اتنين او كده المهم ان انا علشان اربط ما بينهم باخد الكابلات الايه باخد او باستخدم الكابلات المحورية تمام ايه هي التطبيقات العملية للكابل المحوري ده للاشارات التلفزيونية دي اول حاجة من الهوائي الى اجهزة الايه التلفزيون يعني في الغالب هنلاقي ان اغلب البيوت عندنا بتستخدم الايه بتستخدم الكابل دي فيه كمان الكابل المخصصة لتوصيل وفحص الاشارات زي اه اللي هي باستخدمها عن طريق في اجهزة الايه اجهزة الايسروسكوب اللي هو اه الاجهزة اللي هي مبين الاشارات او رسم الاشارات اللي انتو بتشوفوه في المعم اللي هو جهاز الايه جهاز الايسروسكوب بتستخدم فيه محطات المايكرويف وده شكل محطة الايه المايكرويف خلاص لو فيه اه بعض الطلبة مش عارفة شكلها كمان فيه شبكات توزيع اشارات الفيديو بتتميز بايه طبعا الكابل المحورية سهلة الايه سهلة التركيب والعمر الافتراضي بتاعها او العمر التشغيلي بتاعها طويل يعني ما بتبصش بسرعة وما بتتعرضش للتلف بايه بسهولة لان هي اكتر من طبقة فطبيعي طالما اكتر من طبقة يبقى التلف هيكون ايه هيكون بسيط يبقى عمرها التشغيلي ايه طويل كمان زيتا نطاق تردد واسع وانعدام الفقد الناتج من الاشعاع لا تتأثر بالمجالات الكهرو مغناطسية ده الجزء الخاص بايه بمميزات الكوابل المحورية طب ايه هي عيوبها اول حاجة في عيوبها امكانياتها في نقل القدرة العالية محدود يعني ما بتقدرش تنقل القدرات العالية تنقل القدرات ايه منخافضة تمام طبعا في عشان كده احنا قلنا في الاول اني عندنا اه اللي بيخليني استخدم كابل او نوع الوسط الترسولي بيختلف ما بين نوع ونوع على حسب ايه على حسب نوع البيانات والمعلومات القدرة اللي انا هستخدمها خلاص او القدرة اللي انا محتاجة ان انا ايه محتاجة انقلها تمام غير بقى الموقع الجغرافي غير بعض العامل ايه التاني بعد كده نتنقل على الكابلات المضرعة ايه هي الكابلات المضرعة الكابلات المضرعة ياولاد اللي هي كابلات بيتم اه امدادها في المناطق اللي فيها مي يعني البحار والانهار المحيطات طبعا مش هستخدم كابل عادي لا ده كابل لازم يتم عزله بطريقة خاصة ايه بقى الطريقة الخاصة دي ان انا يكون اه كابل النحاس دوت بيكون ملفوف عليه الاول طبقات من الورق المشبع بالزيت كعازل بعد كده بيتم وضع ايه طبقات تانية بحيث ان الطبقات دي كلها تكون واقية بحيث ان ما فيش اي مية تقدر توصل للايه للسلك ده تمام زي مثلا اه الخش المؤطر الخش المؤطر دوت بيكون حازل قوي جدا ما فيش مية تقدر تتخلله خلاص ومش هتأثر فيه بقى املاح الاملاح بتاعت المية او اه المشاكل اللي ممكن تأديها تأدي ايه اليها وجود كابل داخل مية يعني ما اقدرش هستخدم كابل عادي او كابل رفيع او كده تمام لان اقل حاجة ممكن تقطع لا انا بستخدم كابلات تتحمل والكابلات دي تعزل زي ما اتفنا بطريقة خاص يبقى طب هتبقى ازاي الكابلات المدرعة زي ما قلنا سلك من النحاس ملفوف عليه اه ورق مشبع بالزيت ورق قوي جدا مشبع بالزيت بعد كده بتحط عليه طبقات من الخش المؤطرة مش طبقة لا طبقات من الخش الايه المؤطرة بس لا ده بعد كده كمان بيتم تغليفه بطبقة عازل من الايه من البلاستيك اللي هي الطبقة الخارجية اللي هي طبقة الخارجية بتاعت الكابلات البلاستيك المقاوم تمام ده بالنسبة لايه ده بالنسبة لايه الكابلات الايه المدرعة بتستخدم في المانع الايه الموانع المائية لما يجي يقول لك استخدام تمام او ليه ما استخدمناش الكابلات المثلا المحوري المجدولة ماينفعش طبعا الكابل المجدول يستخدم فيه اماكن فيها ميا وفيها املاح. تمام كده? طيب. اه بعد كده يبقى دي عندي الكابلات الايه? الكابلات المضرعة. اه بعد كده يا ولاد الكابل المضرع دوت بيكون زي ما اتفقنا احنا قلنا لازم يتم اه تغليف الكابل النحاسي بطريقة قوية جدا. علشان المية. طيب. فيه انواع تاني من الكابلات بيستخدم اكتر من طبقة عزلة. اكتر من طبقة ايه? عزلة. على حسب برضو نوع الايه? المكان اللي انا هستخدم فيه الكابل. تمام? اه بيتميز بايه? بنميز بقى الكابلات دي بايه? بنميز انواع الكابلات دي عن طريق الالوان. الالوان طب ما كله بيقولي ان السلك النحاس. لا احنا عارفين اللون اصفر. الالوان دي بتبقى خاصة بالايه? بالعازل. يعني نلاقي سلك احمر سلك اخضر وهكذا. يبقى انا بميزه بالايه? بالالوان. وبيبقى مكتوب على كل سلك بعض الايه? التعليمات. مش كل الاسلاك بس الاسلاك الايه? الاسلاك المضرعة. خلاص? وبرضو بيتحط بعض الابعد ما بنحط عليه طبقات الخش المؤطرة ممكن نحط عليه طبقات من الايه? طبقات من المعدن او طبقات من الصلب او طبقات من اه المعدن المختلف بحس انه في النهاية ما يبقاش فيه عندي ايه لا تسريب اشارة ولا يتأثر باي حاجة ايه تحصل تمام كده ده الكابلات الايه المدرعة استخدم فين استخدم فيه الموانع المائية طيب بعد كده متنقل على كابلات الالياف الضوئية ايه هي كابلات الالياف الضوئية كابلات الالياف الضوئية ولاد دي اللي يعتبر الطفرة او التطور اللي حصل في موضوع الكابلات لان كابلات الالياف الضوئية دي من اكتر انواع الكابلات دلوقتي هي منتشرة جدا لان هي قدرتها على النقل اللي بتكون عالية وليها مميزات ما فيش تصنط ما فيش لو في اشارة بتمر على ما حدش يقدر يتصنط عليها وكمان بيبقى لها مميزات وخصوصا في استخدامها الانترنت لان هي بتكون لما بنستخدمها في نقل الانترنت بتخلي الانترنت ما بيبقاش فيه مشاكل او بطء فيه عملية الايه عملية النقل طبعا دي زي ما اتفقنا ده التطور اللي حصل في الايه في الكابلات خلاص خصوصا فيه مجال اه الاتصالات والكلام ده كله طيب انا عندي بيتم عملية تبادل البيانات والمعلومات وانا انا قنقل عن طريق مثلا الانترنت بيحتاج لإيه نقل لإشارة باستمرار بيبقى فيه بقى نقل صوت وصورة وفيه بيانات ومعلومات وحاجات كتير فانا عايزة كابلات تكون لها مميزات مش اي كابلة هقوم بعملية قدل عليك ان في بعض الكابلات او دايما نقول ايه ده الانترنت ضعيف انما لو استخدمنا كابلات الالياف الضوئية كواصلة داخلية كمان في المنازل هتلاقي ان الانترنت بتاعك بقى ايه بقى ما فيهوش ايه ما فيهوش مشكلة تمام طيب انا عندي كابلات الالياف الضوئية دي عبارة عن ايه عبارة عن اسلاك بس الاسلاك الالياف الضوئية دي بيكون مصنوعة من الزجاج او البلاستيك المقاوم يعني مش سلك حاس خلاص كان اللي قلنا علي كله كان ان اسلاك نحاسي انما الالياف الضوئية لا ده عبارة عن سلك من الايه سلك رفيع جدا او راكد جدا من ايه من الزجاج او البلاستيك المقاوم تمام طيب اواصنك وقدي ده هي بتبقى عبارة عن شعيرات يعني عارف زي الشعرة كده بتبقى رفيعة جدا طبعا هي مجموعة من الايه مجموعة من آآ الالياف الضوئية او مجموعة من الاسلاك دي احنا بنستخدم مجموعة ولو استخدمنا آآ عدد بسيط ساعات بيتم تدعمه بسلك من الايه آآ بسلك من النحاس ولها استخدامات معينة يعني خلاص ده بالنسبة لالالياف الايه الضوئية طيب بينقل ايه بينقل اشارة مش هو اسمه كابلات الالياف الضوئية يبقى لازم الاشارة اللي هتقى اللي هيقوم بنقلها هي عبارة عن إشارة إيه إشارة ضوئية يعني أنا لازم الإشارة تتحول عشان تمر خلاله الأول تتحول إلى إشارة إيه إلى إشارة ضوئية يعني بينقل ضوء تمام طبعا مش أي زي ما اتفقنا مش احنا قلنا هو شعيرات من الزجاج بعد شعيرات الزجاج دي بيكون لها كسافة معينة بعد كده بتغطى بغلاف زجاجي تاني كسافته أقل من كسافة الايه القطر الداخل أو كسافته أقل من السلك الأساس تمام بعد كده بيتم ايه بيتم عزل خلاص طبعا زي ما اتفقنا دي مميزات خاصة وهنقولها دلوقتي آآ 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 آ� من القلب ده عشان كده بنقول فيه كسفتين كسفة السلك الاصلي وكسفة الغلاف كسفة السلك الاصلي بتكون عالية وكسفة الغلاف بتكون ايه منخفضة كمان آآ لازم يكون فيه مناعة تامة للتداخلات الكهرو مغناطسية وسعة عالية وليه مدى آآ تردد عريض مميزاته من باقي المميزات سهولة التمديد والتركيب يعني آآ سهل او ان حد يقوم بعملية الايه التركيب بتاعة الاسلك دي خفة الوزن وسهولة النقل والتخزين ولا يمكن التصنط عليه طبعا خفة الوزن وسهولة النقل والتخزين دي من العام المهمة اللي بتهم آآ اي حد بيقوم بآآ نقل الاسلك دي او الناس الموردة والكلام ده كله خلاص طيب ايه هي بقى عيوب الالياف الضوئية عيوب الالياف الضوئية ان هي بتحتاج آآ كفاءة في عملية التصنيع احنا قلنا ان اي آآ سهل او ان حد يقوم بعملية التوصيل انما عملية التصنيع لأ هي بتحتاج كفاءة في الايه العمال اللي هيقوم بعملية التصنيع نفسها دي بتحتاج ناس ايه مهارتهم تكون عالية احنا شيء زي ما قلنا ده سلك ورؤية جدا ومصنوع من الزجاج والكلام ده كله ولو مش بيكسر بسهولة يعني ما نقولش زجاج يعني لو عملت كده ورؤية هيكسر لا ده هو سلك بيبقى تحس ان هو لين شوية يمكن كلنا شفناه في الفترة اول ما ظهرت الالياف الضوئية لقينا كده آآ بنلاقي في المحلات بعض الابجرات كده اللي طالع منها سلك شفاف ويتلاقي الاطراف بتاعته مضيئة هو ده الايه الالياف الضوئية او نوع من الالياف الايه الالياف الضوئية خلاص عيوبه التكلفة الابتدائية عند التركيب عليه يعني هو بس غالي في عملية الايه عملية التركيب الحاجة الى كوادر آآ فنية خلاص خلال عملية الايه التمديد ليست مثالية آآ تمامة يعني زي ما قلنا اي جزء او اي سلك بيبقى في بعض العيوب فهو مش مثالي تمام بس جيد جدا تمام آآ كمان بنقول ياولاد اني استخداماته آآ في شبكات الاتصال بعيدة المدى والتوصيل بين المقاسم في الشبكات الهاتفية برضو باستخدمه في الايه في المقاسم وده شيء كويس في نقل البيانات في شبكات الحاسب والانترنت ويمكن ده اهم استخدام واللي على اساسه خادت آآ كابلات الالياف الضوئية انتشار ايه انتشار واسع في شبكات التلفزيون خلاص كو المنتشرة في العديد من الدول والاتصالات العسكرية وفي الاتصالات العسكرية بيستخدموها لان استحالة التصنط عليها طبعا الحاجات العسكرية بيبقى فيها بقى اصرار وفيها حاجات فما ينفعش حد يقدر يعمل يتصنط على الاشارة او ان هو يعمل للاشارة دي ان هي تنعكس من الكابل ما ينفعش ان لو انعكست هيحصل ايه يبقى كده حد هيلقط الاشارة لا الكابلات الالياف الضوئية دي الميزة المهمة اللي بتكون ايه بتكون فيها طيب تركيب الكابلات آآ الالياف الضوئية زي ما قلنا ان هي اهم حاجة عندي اول حاجة اللي هو القلب الزجاجي او السلك الاصلي زي ما بنقول القلب الزجاجي اللي هو من الايه من الزجاج الراقج اللي هو الشعيرات الزجاجية اللي بيتم وضع غطاء زجاجي عليه تمام تغطى بغلاف ايه زجاجي او غطاء زجاجي بعد كده الغلاف الايه الغلاف البلاستيك خلاص كده ده بالنسبة لتركيب الالياف الايه الضوئية بعد كده عندنا اول حاجة القلب الزجاجي ده المصار اللي هتمر خلاله الاشارة يبقى ايه هو القلب الزجاجي ده اللي هتتنقل خلاله الاشارة زي ما كنا بنقول في الكابلات التانية بنقول النحاس هنا بقى ما فيش نحاس يبقى ده ايه الكابل الزجاجي اللي هتنقل خلاله الاشارة والاشارة عندنا لازم تكون اشارة ايه اشارة ضوئية بعد كده الغطاء الزجاجي ده مادة زجاجية بتحيط بالقلب مادة زجاجية تحيط بالايه بالقلب وتكون اقل كسافة من مادة زجاج القلب يعني القلب كسافته اعلى ولا ولا الغطاء الزجاجي لا القلب زيت كسافة عالية اما الغطاء كسافته منخفض وده سؤال دايما بيجي في صح وايه في صح وغلط خلاص لو جينا قلنا اه ليه عندي انا بخلي القلب هو اللي كسافته عالية والغلاف كسافته منخفضة علشان بيعمل على ايه ان الدوق يحصل له يفضل يظل داخل القلب ما يحصل لهش انعكاس ايه خارجي الغلاف الغلاف ده اللي هو مادة البلاستيك اللي هي الغلاف الخارجي اللي زيها زي اي كابل عادي بيكون مغلب بغلاف ايه خارجي فكرة عمل الالياف الضوئي ايه هي الفكرة الفكرة ان بتعتمد على انتشار الموجات الضوئية خلال القلب الزجاجي يبقى الموجات الضوئية او الاشارة الضوئية دي لازم تكون محصورة فين في القلب الزجاجي مينفعش ان هي تنعكس او مينفعش ان هي تخرج من القلب الايه من القلب الزجاجي تمام كده طيب يبقى تعتمد كابل الالياف الضوئية على ايه على انتشار الموجات خلال القلب الزجاجي بكساء زجاجي. معامل معامله ايه؟ معامل الانكسار بيكون صغير. وهنشوف دلوقتي يعني ايه معامل الانكسار. تمام كده؟ عندنا بعد كده بنقول ان انا يمكن استخدم سلكين من الالياف الضوئية وحط ما بينهم سلك من النحاس وفي الحالة دي باستخدموا استخدامات ايه؟ استخدامات خاصة لنقل التغذية الكهربية لمحطات الايه؟ التقوية نيجي بعد كده انا في استخدام للكابلات الالياف الضوئية اعتمد على ايه؟ اعتمد على مجموعة من الخصائص اللي هي ان الضوء عندي بينتشر في الفضاء بسرعة 3 في 10 قص ايه؟ قص 8 متر ايه؟ للساني ودي يمكن انتم واخدين الجزئية دي في ايه؟ خدتوها في اعدادي قبل كده. تنخفض سرعته عند انتقاله من او في المواد الاكسر كسافة. بتنخفض في المواد الاكسر كسافة. عند انتقال الضوء من مادة عالية الكسافة الى مادة مخفضة الكسافة بيحصل لي ايه؟ انكسار يبقى الضوء لو اتنقل. خلاص؟ من مادة عالية الكسافة الى مادة ممخفضة بيحصل ليه انكسار. بعد كده نبدأ نشوف موضوع الانكسار والانعكاس دوت بيحصل ازاي عندنا عن طريق الزاوية الايه الزاوية الحرجة ايه هي الزاوية الحرجة دي زاوية السقوط اللي بعدها لا تستطيع عشعة الضوء ان يحدث لها انكسار يعني الزاوية اللي بعدها مش هيحصل لها ايه عندي انكسار وبتمر عبر الوسط الاكتر ايه كساف او هتبدأ تمر عبر الوسط الاكبر ايه كساف تمام كده هنا أولاد ده الشكل بتاع المنحنة الخاص به الانعكاس والايه زاوية السكوت والانكسار والانعكاس دي أصغر زاوية هي قد ينتج عنها انعكاس كل يبقى دي زاوية الشعاع لو السقط الشعاع ده لما يوصل لحد معين تلاقي حصله ايه انعكاس او الشعاع هنا هو تبص الشعاع الساقط كان فين في الجزئية دي ايه ادي ده الشعاع الساقط هيبدأ الشعاع هنا وبعد كده يحصل له ايه يحصل له انعكاس تمام خليكوا هنا في الجزئية دي بصوا كده انا عندي هنا ياولاد دي كتجربة ان يبدأ عندها الايه لما الشعاع يجي يسقط هنا هتلاقيه ان هو يبدأ يمر كده وبعدين يبدأ يحصل ايه بصوا كده شايفين ان هو هيبدأ يوريك الضوء لما بيتم عملية الايه الارسل بصوا كده ادي ده كمصدر ضوئي اول ما هيتحرك المصدر الضوئي بزاوية معينة كل ما تبدأ الزاوية تختلف هتلاقي عندك ان بيحصل ايه بصوا كده الزاوية بتختلف ايه كل شوية الزاوية ايه بيحصل لها اختلاف الى الحد اللي يحصل عنده ايه بقى الى الحد اللي يحصل عنده انعكاس طبعا دي بتختلف ان عندي ضوء يكون في مادة ايه لها كسافة معينة دي تقدر تعملها كتجربة لو في كشف مثلا اه من تحت المياه تلاقي كسافة مختلفة وبيحصل عملية الايه الانعكاس للشعاع بصوا كده لغاية ما يوصل للايه للزاوية الحارجة اللي هي اقل زاوية وبعدها يحصل انعكاس شايفين اللي حصل ايه هنا حصل انعكاس للايه للايه للمصدر الضوئي او للشعاع الضوئي يبقى بنستانتج ان انتشار الضوء عبر القليلية الالياف بيعتمد على مبدأ ايه الانعكاس الكل يبقى ده المبدأ اللي على اساسه بيحصل عملية انتشار الايه انتشار الضوء داخل الالياف الضوئية تمام طب ايه هي مكونات الوسط او انظمة التراصل الضوئي اول حاجة في انظمة التراصل الضوئي انا لازم يكون عندي مرسل ويكون عندي مستقبل وما بينهم هو الوسط النقل وهنا الوسط النقل احنا بنتكلم على ايه على كابلات الالياف الضوئية يبقى في الحالة دي انا الوسط النقل عندي اللي هو كابلات الالياف الايه كابلات الالياف الضوئية تمام وطبعا في عملية الارسال لازم في المرسل هيتم عملية اه تحويل الاشارة يعني ايه تحويل الاشارة او تعديل الاشارة ان انا عندي احنا اتفقنا ان الاشارة اللي جاية لمهما كان جاية هي لازم في النهاية تكون اشارة ايه ضوئية يبقى بيتم تحولها الاول الى اشارة ضوئية فين؟ في المرسل علشان يتم نقلها خلال الكابلات اللي هي كابلات الالياف الضوئية لان زي ما اتفقنا خلاص ان كابلات الالياف الضوئية مش هتنقل اي اشارة غيرها هتنقل اشارة ايه؟ اشارة ضوئية تتنقل بعد كده من الكابلات الى مرحلة الايه؟ الى مرحلة الاستقبال وفي مرحلة الاستقبال بقى بيتم عملية الكاشف عن الاشارة اللي هي فصل الايه الاشارة يبقى نيجي هنا نشوف ادي عندي الاشارة اللي هتدخل هي عبارة هتكون اشارة ايه هتكون اشارة ضوئية والاشارة ضوئية دي هتجيلي من مصدر ضوئي سواء بقى عندي اه ترانزستور ضوئي او موحد ضوئي ايا كان اللي ايه اللي بيتم استخدام المهم ان انا في النهاية هاخد ضوء ويتنقل يدخل على الالياف الضوئية خلاص بعد كده بنقول الالياف ده الوسط اللي هتتنقل خلاله الاشارة المستقبل ده الجزء اللي بيستقبل الاشارة ويقوم بايه بكشفها وتحولها الى اشارة كهربية تحولها الى اشارة ايه كهربية عندنا انواع الالياف الضوئية في اكتر من نوع من انواع الالياف الايه الضوئية اول نوع عندي اللي هي المعامل الخطوي المعامل الايه الخطوي والنموذج المفرد والمعامل المتدرج دي انواع الالياف نفسها انواع الالياف الايه نفسها لو جينا بقى اخدنا اول نوع عندنا من انواع الالياف اللي هو الالياف الضوئية ذات المعامل الخطو ده نوع من الالياف قلب الزجاج بتاعه ليه سمك 70 ميكرو ايه ميتر يعني كل نوع بيختلف في السمك بتاعه ما انا لما اجا اقول انواع اكيد انواع ديها تختلف في السمك تختلف في عملية ايه في الكسافة بتاعت السلك نفسه بس مهما كان السمك بتاع السلك او الكسافة بتاعته لازم بحافظ على حاجات معينة في الانواع الالياف دي هحافظ على ايه هحافظ طبعا ان كسافة القلب لازم تكون اعلى من كسافة الغطاء الزجاجي يبقى من الاعلى كسافة القلب خلاص احنا حفزناها كده تمام كده يبقى حفيزته كده ان كثافة القلب هي اللي ايه اللي اعلى طيب ليه بحافظ دايما على كثافة القلب اعلى من كثافة الغلاف طبعا علشان ما يحصلش ان الضوء اللي هيمر في القلب ما يحصلوش ايش عائل للخارج لا يفضل منعكس داخل القلب يفضل منعكس داخل الايه داخل القلب تمام اه معامل الانكسار واحد بينما الكساء المحيط به له عدة معاملات انكسار خلاص نيجي على النوع التاني اللي هو الألياف الضوئية ذات المعامل المتدرج بيطاعة الألياف دي نتائج أفضل من النوع الأولاني ليه؟ لأن عرض نطاق التردد من 300 ل 500 نيجا هرتز الألياف الضوئية ذات النموذج المفرد سمك القلب من 3 العشرة عيوبه نطاق محدود للترددات نيجي بعد كده يبقى احنا خدنا الجزئية الخاصة بأنواع الكابلات اتفقنا دلوقتي احنا خدنا كم نوع من الكابلات يا أولاد قلناك عندناك كابلات المحورية تمام؟ كابلات المجدولة والكابلات المدرعة وكابلات الألياف الضوئية دي كده أنواع الألياف اللي احنا أو أنواع الكابلات أخدناها تمام؟ وزي ما اتفقنا الوسط الترسولي هو إيه؟ ده الوسط اللي بتتنقل خلاله الإشارات الإيه التليفونية سواء كانت رسالة أو أكتر من رسالة طبعا عن طريق التعدد إيه؟ التعدد الإرسال الترددي أو الزمن خلاص؟ طيب لو جينا خدنا بعض الأسئلة اللي تفهمنا أكتر الجزئية الخاصة بالإيه؟ بالكابلات إيه هي بقى الجزئية دي؟ ناخد أول سؤال معنا بيقول أكمل الفراغات الآتية بما يناسبها عندنا الكابلات المحورية والألياف البصرية والبولي إيسيلين طبعا الألياف البصرية هي هي الألياف الضوئية أنا جايبها لك في السؤال ليه؟ علشان لما تلاقي السؤال ده جاي لك كلمة ألياف بصرية ما يبقاش بالنسبة لك الكلمة دي لأ ده احنا ما أخدناهش لأ البصرية هي ضوئية طيب أول سؤال عندنا بيقول لضمان وجود الموصل الداخلي في محور الكابل باستخدم أكراس مصنوعة من مادة طيب نقول سؤال تاني علشان أضمن أن الموصل الداخلي يكون موجود في منتصف المحور كنا بنحط هو أصلا إيه الموصل اللي إحنا قعدنا نركز فيه إنه لازم يكون فيه منتصف المحور طبعا دي الكابلات الإيه من اسمه ده الكابل المحوري ده الكابل المحوري طب أنا بحافظ إزاي على عملية إن السلك يبقى في المحور أو في المنتصف بنحط له مادة الإيه أو أكراص إيه بنحط أكراص البولي إيسيلين تمام؟ يبقى لضمان وجود الموصل يبقى باستخدم إيه؟ أكراص البولي إيسيلين تمام؟ طيب بتعتمد على مبدأ الإنعكاس الكل للضوء أنا بالنسبة لكابلات الألياف الضوئية ودي لسه متكلمين عليها آخر نوع من الأنواع طبعا بيعتمد على مبدأ الإنعكاس الإيه؟ ومعنى كلمة الإنعكاس الكل أن يظل أشعة الضوء بتمر داخل إيه؟ الكابل أو الحفاظ دائما على إن مرور الضوء يكون فين؟ داخل الكابل في القلب الزجاجي اللي هو القلب الزجاجي زيادة الكسافة العالية يبقى أنا عندي نواة إيه من دوت؟ اللي هي الألياف البصرية اختر الإجابة الصحيحة تستخدم في عبور الموانع المائية أنهي نوع من الكابلات اللي أنا قلت بستخدمه في الموانع المائية طبعا الكابلات الإيه أولاد؟ الكابلات المدرعة طيب إحنا لسه مخلصناه إحنا اتفقنا وقلنا الكابلات المدرعة عبارة عن إيه؟ لو في طالب كده مركز معايا طول الحلق هيكون فيهم الكابلات المدرعة حد يفكر الكابلات عبارة عن إيه؟ آه ففي ناس بتقول إن الكابلات المدرعة هي عبارة عن سلك والسلك دوت بإيه؟ بعمل له أكتر من نوع من الحازل او النوع اللي هو ورق مشبع بالزيت وبعد كده بحط طبقة الورق بحط ايه بنحط اللي هو الطبقة التانية اللي هي الخيش المؤطرة بعد كده بنحط اسلاك او شبكة نحاسية او شبكة بتكون من السر خلاص ده بعد كل ده بيتم تغليفه الغلاف النهائي انا عندي هنا بيقول لي تستخدم في العبور الموانع المائية يبقى الكابلات المجدولة ولا المدرعة طبعا الكابلات الايه المدرعة السؤال اللي بعده ده علامة صح امام الاجابة الصحيحة وعلامة خطأ امام الاجابة الخاطئة تتكون الخطوط الهوائية من زوج من المواصلات الغير معزولة الكابلات طبعا هنا هوت يا ولد نركز بقى في الحتة دي كويس لان دايما الطلبة بتقول طبيعي كابل يبقى معزول لا بس الكابلات الهوائية يا ولد بتكون غير معزولة نفرق في الحتة دي بس لان طبعا كل الكابلات احنا اتفقنا طالما كابل يبقى معزولة بس في الكابلات الهوائية الكابلات الهوائية ملها بتكون كابلات غير معزولة او الخطوط الهوائية زوج من المواصلات غير معزولة بقى صح تمام كده في كابلات الالياف الضوائية تكون كسافة القلب الزجاجي منخفضة بينما الكساء الزجاجي زو كسافة عالية احنا عادين نقول طول الحلقة على الجزئية دي طبعا الاجابة هنا هتكون ايه برافو عليكم في طلبة بتقول لا الاجابة ما ينفعش كده ده الاجابة خطأ تمام هي الاجابة خاطئة لان احنا قلنا القلب هو اللي كسافته عالية اما الغطاء الزجاجي بتكون كسافته ايه كسافته منخفضة تمام كده نيجي بعد كده في جزئية تانية في المقرر اللي هي الجزء الخاص بالايه ده الجزء اللي احنا هنتكلم عليه في الحلقات الجاية هنتكلم عن السنترالات وازاي بيتم عملية الايه النقل للايه للاشارة وفي جزئيات كمان هنتكلم عنها ان شاء الله بس هيكون في الحلقات القادمة بكده تكون حلقتنا انتهت النهاردة وخدنا فيها الكابلات واتكلمنا على خطوط الايه التراصل بشكركم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة